اشتركوا في القناة منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يمكث فيها القمر لغاية الساعة الثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة من بعد عصر اليوم الأحد اللي هو ثلاثة عشر أحداش لينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح بما أن القمر موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا بيضروفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام وبوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة لزوايا اللي ذكرناها في الأيام الماضية أو القادمة وهي الزوايا اللي بتصير ما بين الكواكب البطيئة وتأثيراتها عادة تقعد لأيام فهاي التأثيرات طبعا رح نظل نذكرها يعني كل ما صار زاوية لهاي الكواكب كل يوم رح نذكرها لأنه بما أنه في لها تأثيرات معناته هي مهمة في توقعاتنا بالنسبة للزاوية زاوية التربيع السلبية بين المريخ وزحل واللي هي مستمر تأثيرها حتى يوم حتى مساء يوم 14-11 طبعا هي لها علاقة بالمواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي عادة بتخلف وراها مشاكل طبعا بتزيد العصبية زي ما احنا شايفين في العالم كله إنه العصبية والجريمة والناس مش متحملة وردات الفعل السلبية كلها إلها تأثيرات من هاي الزاوية طبعا أهم إشي إنه بيتفاقم الشعور بالملل وممكن يتحول لامتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير عشان هيك ضبط العصاب مطلوب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية اللي صارت بين الشمس وبين نبتون وهاي تأثيراتها بلشت برضو نفس الشيء الهيومين ورح تستمر لغاية يوم 15-11 هاي الزاوية لها علاقة بالخيال الخصب فهي بتعززه وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية بالابتكار بتزيد قوة الحدث عنها بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية الثالثة واللي هي تعتبر الأخيرة خلال هذا الزوايا البطيئة المتشكلة هي زاوية يعني تعتبر هي زاوية تربيع بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا أوجها يوم 15-11 هي لسه مستمرة لأكثر من 15-11 طبعا هاي بتخلينا نميل العيش دون مستوانة وبرضو بتساعد على عملية التبذير تبذير الأموال بتجذب بعض الأشخاص للقمار والمضاربات والرهانات طبعا كلها هاي سلبية ما فيها نجاح ما فيها فرص ما فيها حضوض فعشان هيك هاي شوي بتسبب نوع من أنواع المغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع من طبيعة هاي الزاوية هاي بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه عشان هيك ما فيه داعي في الفترة هاي خصوصا للي عندهم مجالي أجله اللي هي توقيع العقود الصفقات التجارية الأشياء اللي بتعتمد على الحظ في هاي الفترة يبعدوا عنها تماما أو يأجلوها لحديث ما هاي الزاوية تبلش تنتهي بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون بعد منتصف الليل الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة 5 و22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي تقريبا نقدر نحكي أنه الساعة 46 و40 دقيقة صباحا بتصير بهاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية اللي رح تصير وهي زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية التقابل السلبية طبعا هي مش سلبية بشكل كبير هي منقدر نعتبرها ممتزجة ولكن لنحوسة عطارد ونحوسة أورانوس اللي 8 شوي بتميل لسلبيتها فعشان هيك هاي الزاوية رح تكون الساعة 3 و56 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش اللي ممكن نستفيد منها إنه مننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت بتعمل نوع من أنواع تعزيز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم بعض المسائل العلمية خصوصا اللي تعذر علينا حلها بالفترة الماضية نشعر بالثقة بقوة الحدث الموجودة علينا ولكن أهم إشي ديروا بالكم من التسرع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية رح تكون معنا خلال هذا اليوم هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 9 و45 دقيقة مساءا ابتجع لبعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالنسبة للأمور الصحية طبعا الأمور اللي يعني أكثر حساسية اليوم هي القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وبرضو الهرمونين اللي ذكرناهم يوم أمس اللي هو الأندروفين اللي هو مسؤول عن تسكين الألم والميلاتونين فبما أنه هذولا حساسات فمعناته الفترة هاي بيكون فيها نوع من أنواع الأرق وفي نفس اللحظة أي آلم ممكن نشعر فيها أكثر من حقيقتها يعني بتزيد الآلام عنها فهاي الأعضاء اللي احنا ذكرناها هي الأكثر حساسية عشان هيك لازم نوفر لها العناية الإضافية وبرضو إذا احتجنا لمراجعات طبية أو فحصات أو أخذ بعض الأدوية لهاي الأمور برضو ممتاز بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بإجراء العمليات الجراحية في هذا اليوم ولكن بتكوا تنتبهوا أنه نسبة الألم بتكون زيادة أما بالنسبة للعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يعني ما في أي مشاكل عليها ولكن هي غير مناسبة لإزالة الشعر الزائد بتصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وبرضو بتصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب ولكن الأعراض الجانبية بتكون واضحة عشان هيك لا تنسوا أخذ البنادول أو البراستمول حبتين خمسمية كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام ويفضل أخذ حبة مميع اللي هو بيبي أسبرين كل يوم حبة لمدة ثلاث أيام بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد اللي هو بكرة 14-11 بيبدأ في تمام الساعة 45 دقيقة صباحا وبيستمر لغاية الساعة 3 و 47 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لبرج الحمل يعني طيلة النهار هو خلو مسار يوم الأحد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 9 أيام في تمام الساعة 11-48 دقيقة ظهرا بيصبح 10 أيام نسبة الإضاءة 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيد الآن بنسبة 30% ولكن في ساعات الصباح بتزيد السعودة لـ 60% وطيلة النهار طبعا أما بالنسبة للقمر في الحوت حتى يوم 14-11 الآن هو سعيد بنسبة 60% في ساعات الصباح بيصير 40% في ساعات المساء بيانزل لغاية 15% سعودة عطارد في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 65% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زهل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثغور بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر موجود في بيت المتاعب معناته اليوم برضو بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية بده يتوجه للفحص والعلاج حاولوا أنك تأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر اليوم رح تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة ورح تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس طبعا رغم نحوست القمر أو نحوست هذا اليوم إلا أن القمر سعيد وهذا بيخفف عليك بعض ضغوطات بيت المتاعب برج الثور ما زالت الأجواء جيدة جدا على المستوى الاجتماعي فاليوم رح تنشطوا اجتماعيا ورح تسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اتصال أو لقاء ببعض الأصدقاء القدامة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادل الأهم أنك تكسب علاقاتك الاجتماعية اليوم أو الناس اللي بتعرفهم إذا إلك مصلحة عندهم اليوم تقدر تتوجه لهذا الموضوع برج الجوزة يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم برضو اليوم تقدروا تعززوا العلاقة ما بينك وبين المسؤولين أو المدراء في أعمالكم أو المسؤولين عنكم في حياتكم علاقات كل اجتماعية برضو ممتازة اليوم بتحظى بالشعبية وبتكون أعمالك سهلة وميسرة وممكن اليوم تحقق نجاح شخصي وبرضو اللي بحاجة لواسطة اليوم تقدر يعني أنك تبحث عن الشخص المناسب لهاي الأمور برج السرطن اليوم بتكون تحاولوا تكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن رغم أنه اليوم ممتاز جدا واليوم في طاقة عالية جدا لها علاقة بالاتصالات والحوارات والسفريات خصوصا لبعيدة مرضو اهتمام ببعض الأوراق أو ممكن بدورة معينة أو دراسة معينة الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير اليوم رح يبدعوا وبرضو علاقاتكم ما بينكم وما بين الأحبة ممتازة اللي عنده أحلام بالسفر أو عنده أحلام بالمشاريع الكبيرة هذا يوم مناسب ولكن ما توقع على عقود جديدة برج الأسد بتنشغلوا اليوم في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من شراكي أو تعويض ولكن من جهة أخرى تم نفقات متصاعدة اليوم ممكن يكون في نوع من أنواع الاهتمام أو التفاهم ما بينك وبين الشريك أو تعزيز العلاقة ما بينك وبين شريك العاطفة أو العمل اليوم رح يزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية برضو في أمور إلها علاقة بأشياء قديمة ممكن تظهر على الساحة اليوم أو أنك تفكر فيها أو تلفت انتباهك برج العذراء بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم خصوصا العاطفية والمالية والأجواء اليوم مشجعة على المصالحة أو على الحوارات هذا يوم مناسب لإطمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقتك الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها الانسجام والتوافق ولكن بدون عصبية وبدون حدية وبدون مشاكل اليوم ودير بالك من الانتقادات لأنه اليوم إذا انتقدت أي شخص ممكن يثور بوجهك هذا أمر، الأمر الثاني ركز بدون عصبية أهم إشي برج الميزان طبعا اليوم بيتركز كله على العمل وعلى الصحة فعشان هيك اليوم بيتراكم العمل عندكم انتبهوا بشكل جيد برضو لصحتكم بتكوا تنظموا وجباتكم الغذائية وتأخذوا قصد كافي من الراحة حاولوا انكوا تتمموا كل أعمالكم وفي نفس اللحظة ما تمسك أكثر من عمل في نفس الوقت يعني انجز الأعمال اللي بين إيديك بعدين روح للعمل الثاني اليوم رح تجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية ولكن الأهم ما تتسرع وما تندفع برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بما أن القمر صار في بيت الحظ اللي هو البيت الخامس وبيت العاطفة فاليوم رح تشعروا بقوة الحظ والعاطفة وخصوصا في الأمور العاطفية والمالية اليوم ممكن تهتموا ببعض المزايا اللي إلها علاقة بالأحبة أو الأبناء أو التقرب منهم هاي فترة حظ ابتقوها من خلالها علاقاتك العاطفية وممكن برضو تعرف هاي الفترة نوع من أنواع البهجة أو الإنشراح أو المرح فيها أو ممارسة هواية برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البيت أو العائلة أو حتى أمور البستنة يعني زرع شجرة التنظيف حوالين البيت شغلات مثل هيك أو حتى داخل البيت ممكن تصير بعض الأعطال أو الأمور العائلية اللي تتطلب منك الاهتمام اليوم لزيادة أو لقاء عائلي وممكن يوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة هاي الفترة يعني فيها نوع من أنواع الحياة العائلية الجيدة فترة من الراحة والبهجة ولكن بدون عصبيتك إذا عصبت معناته كل اللي أنا حكيته هاد حط وراء ظهرك وكمل برج الجدي بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات والحوارات اليوم عندكم سرعة بديهة وقدرة على الإقناع عالية جدا عشان هيك بتكونوا تحاولوا اليوم تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة وخصوصا داخل المدن اليوم علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وتستفيد من علاقاتك مع المحيط وممكن اليوم تعزز علاقتك اليوم مع أخ أو مع جار اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم يستغله بشكل جيد برضو ممتاز للتواصل أو الاهتمام بالإلكترونيات أو بالسيارات برج الجدي اليوم بيحمل فرص لمكاسب ابتي مالية بيكون أغلبها من عمل إضافي أو مستردات أو هبات يعني أو نوع ديون لإلك أنت بتحصلها مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة اليوم رح تعرف نوع من أنواع السهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح أهم شيء أنك تنتبه على أموالك من السرقة والضياع والبذخ وفي نفس اللحظة حاول أنك يعني ما تعيشش أكثر من يعني أكثر من المستوى الطبيعي تاعك يعني تحاول تصرف فلوس بشكل أكثر لإرضاء غرورك مثلا أو إرضاء الناس برج الحوت ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة أنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من الأيام الماضية واليوم تقدروا أنك تسيطروا على زمام الأمور وتدفعوا بمصالحكم اليوم رح تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى الصحي والنفسي الأجواء جيدة ودعملة لك بقوة فعشان هيك اليوم تقدر أنك ترتب أوراقك من جديد وتبدأ بالأشياء التي تعطلت في الأيام الماضية الفرص مفتوحة وبرضو أبواب الحظ شوي رغم أنه في زوايا بتقول أن الحظ ملغي إلا أنك أنت اليوم شوي محظوظ في النهاية بحب أشكر كل الأشخاص اللي بيدعموا القناة واللي بيشاركوا واللي بيحكوا واللي بشيروا واللي بكتب لايك وبيبخلش على القناة بأي شيء حسب قدراته من الدعم حتى ولو كلمة شكرا للأشخاص المنتسبين واللي بيدعموا من وراء الكواليس شكرا لإلكم جميعا على كل اللي بتقدموه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة